مادام، مادام، أي... يا أخوي أنا اللي هاقف، الأن الاب Scholars دة دة، دة أنا، دة أنا أمّ أقل لالألأل stabbed كلكم برا كلكم براJesus كلكم برا مين اللي lebih منمرات مرته داً يا أخوي أنا أمّ يا أخوي إكشف عـ11 ويتلقى أنت يا بيتي برا يا محموا حفوزة طالعوا اقعد برا الوقت حلو يـاني بـطني يـاني اياني يا بـطني يـاني حفوزة يــامّ حيّığını ب VP بتتقطع тел حيّنة وكلمت دكتور يجيني خير يا حبيبي مالك اللي جرى لك كده انت كنت زيل فل وناي من برح كويس اللي جرى ابني ابني حبيبي ابني وعي يا شخة كده من هنا عشان النفس وعي اتخل كده خير يا ابني مالك حسس بقى يا ابني قول لي وطميني عليك يا ابني قلبي هيأكلني عليك كده ما تلعيش يا ماما ما تلعيش انا بخير الحمد لله شوية مغاش بس كده كلمت دكتور يا محمصة زي ما قلتلك الو ايوة يا دكتور محمد لو سمحت الحاجة ابو حمصة ايوة البتل على الاول الشارع لو سمحت عايزك تجيلي ضروري حاجة تعبان جدا لو سمحت تجيلي على طول طيب ماشي احنا مستنين حضرتك اوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير يا محمصة في ايه اتعرف الحاج النهاردة قايم بطنب توجاع قوي وانا مش عارفة عامل ايه وقال اكلمك ما لو سمحت تطلع تبص عليه لو سمحت بسرعة والنبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير يا راجل مالك ما انت كنت زي الفل مبادح ومقابلني في الطريق احنا ماشيين وكنا بنتكلم وكنت كويس ايه اللي جرى؟ والله ايه ما اعرف يا دكتور انا اسحيت النهاردة الصبح حسيت بوجع جمد اوه ودوار ومش قادر اقف على رجل خالص ولا رجل شايلاني ما عليش يا جماعة عشان هكشف عليه وكده يعني لو سمحت كلكم عدوا برا ما عادة بس اه ام حمصة المادام لو انا اللي هقف هنا وانا اللي ايه بدي؟ ده 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 انا امه قال ليه اللي اللي سبحت كلكم برا كلكم برا من اللي الممرات مرته من يا اخوي انا امه يا اخوي اكشف على وطلق انت يا بيتي برا يا محمصة طلق وقعد برا الوقتي حلواوي دي يا حجل انفعش كده انا هكشف عليه وههعري بطنه مايصحش يا حجل انت بتقولهي ده اولت هتعرف لي صح ايه ومايصحش ايه ده ايه البلاوي دي لما كنتش هتكشف يا اخويا تطلع برا انت هلواوي دي ده نجيب واحد غيرك وياخد اضعف اضعف اللي تاخده احنا ولاي همينة لكن تجي وعنده وتقول لي اطلعي برا اطلع برا ايه يا ابني انت مش عارفني ولا ايه انا امه معلش يا دكتور معلش سمحني خليها وقفة مش مشكلة يعني بعد اذنك يعني اكشف علي وخلاص اطلعي اختي برا عشان النفس كثمت الراجب مش كفاية عبتي خلي يا دكتور تطلع عنده اي اخوي ما تقلاش يا حج ما تقلاش انت كل امور تمام ما تقلاش انت خدتلك بس نزل البرد كده في معدتك حديك كم حونة كده وكم ارس برشام كده تبقى زي الفل ما تقلاش الموضوع بسيط ما تقلاش بس خليك مرايح النهاردة بلاش تروح لشغل النهاردة السلام عليكم السلام يا اخوي مع السلامة يا دكتور شرفته وانس خلي يا حبيبي الدكتور قالك ايه طمنا عليك انا اوه عليك مش عارف اعمل ايه الدكتور قالك ايه قاله النفس يا ماما ما تدخلش كده وتتبقى دخل خرجة علينا كده هو النفس يا رجل مش طاير مش كفاية تجبت له نازلة معاوية يا شيخة كل شوائف اتحان ام الشباك ده لما تعبتنا تعودي بره بقى اصول النفس انت ايه ما بتحسيش لا المعدرش اسيبه انا لازم افضل جنبه ليه يا اختي كنت هتدله الرضعة ولا هتدله الرضعة يلا ياختي تلعي بره وانا هعد انا معاه وانا هتدله العلاج بتاعه وحته كلها معناش محتاجدك في حاجة رحوا يلا تبخلك اكل كده ولا حاجة ولا عملك ولا رح نضاف البيت بتاعك ده ما انت لو كنت بدوم من الصبح بدرك كده وتهوى الدنيا ما كانش الراجل جراله اللي جراله حرام عشي فوشه مسفر ازاي من العطم اللي في البيت ما بتفتحيش الشباك ولا بتدخلي شوية شمس البيت خالص الله يمفسكوا بالخير يا بناتي نشاط وحيوية مش الام البروتة اللي انت فيها دي اتلقى برة يلا عشان النفس سلامتك يا ابني سلامتك يا حبيبي ان شاء الله هي وبلاش انت امام بيت بيت ومش عارف ادخل ابص على جوزي متحكي انا في البيت كله من يدخل ومن يخرج لا امام بنتي اههههههههه الله يلحبك يا ابما انت وابوي لو كنت موجودين ما كنتش تردولي بالبهدلة دي أبداً أبداً بتبرطمت قولي ايه مأصوفت الرقبة يا سماعاكي بتقولي ايه بتجيب الشتة وتقولي ايه علي ما بتبخيش لومة ليل جرزك عشان لومة سخنة ما يقوم كده ويفوع من البرشاب للدكتور الدهولو ده المهدد ده يا يوم ياكم مش هلترك ينزيل تبخي وعملي حساب ان فيه ناس كمان هيجوا عشان يطمونه عليه اخواته دهرو سنده جايين عشان يطمينه عليه اعملي الأكل بالزيادة يلا أشكو اليك يا رب أشكو اليك الست دي ألا ألا ما عدت الزدر ما عدت الزدر يا ناس واستندوني بكرة بحلقة جديدة وقصة جديدة وما تنسوش تحطوا اللايك وكم انت حلول اشترك في القناة اول حاجة وباي